نحكي على الألعاب البارا أولمبيا التي قاعدها في توكيو والمشاركات التونسية الكبيرة الحقيقة ويتواصل معها جني الميداليات أكيد منتخبنا التونسي التي تبيع البارا أولمبيا قاعد متميز قاعد يقدم في مردود محترم برشا في توكيو وين تقام الألعاب البارا أولمبيا ويتواصل كما قلت حظ الميداليات بتبيع البارا أولمبيا والمرة هذه في زوز اختصاصات مع الرجال وفي أول مشاركة في الألعاب البارا أولمبيا العداء السعد 23 سنة فقط رؤي جبابلي ينجح في تتويج بفضية سباق 1500 متر التتريز ما تعطيمه لرقمه الشخصي بتوقيت 3 دقائق 54 ثانية و 55 جزء من الثانية أكيد نقول له ألف ألف مبروك إن شاء الله لرؤي جبابلي اللي ما زال عنده سباق آخر هو 400 متر التدوز إن شاء الله يكون متعلق أول مشاركة له فضية بطبيعة بارا أولمبيا نقول له ألف مبروك وتعرف رؤي السباق 1500 متر صعيب برشا جماعة ذلكم تعرفهم تاكيني متع البيوبيا والجزائريين اللي عندهم تقاليد المغاربة والإفريقيين بصفة عامة مغاربين نقصد بصفة عامة عندهم تقاليد كبيرة في السباق هذا وفي الرياضات هذه هذا كنت يقولها بطبيعة الميدالية الفضية الثانية اللي جاءت عن طريق ياسين القنيشي اللي هي فضية في رمي الجلة ونشوفه أكيد توافل الصور على الفيسبوك البطلنا العالمي ياسين القنيشي في أول مشاركة له نتمكن من إحراز فضية نهائي مسابقة دفع الجلة لفئة الـ F36 محطم الرقم القياس الأفريقي برامية بلغت 15.12 متر خلال المنافسات كما تعرفوا الألعاب الـ Para-Olimpia وشوفنا تأثر كبير من ياسين القنيشي هو والمدربة متاع والمدربة متاع اللي خليونا نجم نقوله نفرحوا برشة بالمردود بتاع الرياضة التونسية الـ Para-Olimpia نفرحوا برشة بالميداليات صحيح نفرحوا على الأخ كي تلقى ميدالية ذهبية لكن حتى ميدالية في الضية ولا ميدالية برونزية نفرحوا برشة لأنه خلالها العالم التونسي بش ترفع والصور متاع تونس بش تدور مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف الميداليات فتحية لهم الكل تحية المثابرة متاحهم تحية للجهد الكبير اللي قاموا به تحية زادة للمدربين والمسؤولين اللي ساهموا في التتويج هذا الناس الكل اللي خدمت مهمة برشة تشوف أنت تونسي كما رؤي جبابلي في أول مشاركة له في أول سباق له مع مستوى عالي جدا وعمر 23 سنة فقط يتمكن من حصد فضية وإن شاء الله في أربعمائة متر يجينا الأخبار ويتمكن تحقيق ميدالية زادة وإن شاء الله في المناسبات القادمة والنجم ويكون قادر على حصد الذهبية وهو قادر عليها وكل التوينس اللي شاركوا ولي بيشي شاركوا وغادي قادرين على حصد الذهب فتحية كبيرة لهم محان الوقت أن الدولة تزيد تلتفت نعرف اللي فما التفات به لكن أكثر دعم أكثر دعم لهم هما وبتبيعة المؤسسات المالية زادة مطالبة أنها تدعم التوينس لأنهم من الأخر لأنهم مثابرين لأنهم قادرين على حصد الذهب ومعانقة العالمية شوفنا عنها زوز أرقام قياسية بركرة روعة ليلي ووليد أرقام قياسية عالمية نحكيه على التوينس قادرين قدم في أرقام قياسية عالمية وحصد الذهب تلو الذهب فبرفوا عليهم إن شاء الله إن شاء الله مزيد من التوفيق للرياضين التي تنسى في الألعاب هذه وإن شاء الله وين فم ميدالية نحكيه عليها إن شاء الله وتحييي للرياضيين وتحييي زادة المدربين والإداريين والجامعة التونسية التي قادر تخدم في خدمة كبيرة برش شكرا لك معاذ شكرا لك سيف كانوا في ديجيتال وسمية في الأخراج نعطيكم معه شواء آخر مع الأخبار بعد ساعة من الموزيكا سيف نتقابل وغدوة فيلم النس كلها